سنبدأ مع حضرتك بالفكرة لأنها فكرة مدهشة جداً بدأت إزاي؟ وإزاي بدأ التنفيذ بوضع هذه الجداريات على ضفاف قرنة السويسة؟ تمام، السباح الخير عليكم، السباح الخير على مصر جميعاً أنا بس عايزة أقول حياتك، هاخد الكلام من حياتك حياتك بتقول حلم لا هو ليس حلم، هي أحلام الحقيقة أحلام الفكرة باختصار، يعني سهير عثمان أنا فنانة مش مصرية، شديدة المصرية يعني مصر في الجينات بتاعتي، دي حقيقة من وانا طفلة فكلمة يعني الجمال الجمال ده شيء رائع جداً يعني يمكن منذ طفولتي وانا في المدرسة أحب الرسم، أحب الموسيقى، أحب كل حاجات يعني أي نوع من نوعيات الفنون المختلفة أنا بأحبها الحقيقة حركة أول ما دخلت الستوديو، خدت يا بالك من ألوان الستوديو والتفاصيل حتى ألوانها شخصية يعني العين لا تخطئ الجمال يعني ده حقيقة وبعدين يعني الحاجة يعني اللي بتبقى سلبة شوية برضو بشوفها حتى مع الطلبة بشوفها يعني حاجة بتبقى بسيطة لكن يا دكتور انت شفتها ازاي؟ ده احنا مش كده فعشان نرجع بس مرجعنا فأنا الحقيقة لما بقول شديدة المصرية نفسي نفسي، أنا مش بقول كده قدام التلفزيون دي حقيقة نفسي كل حاجة في مصر تبقى جميلة نفسي أمنية أنا لما مش هتكلم على الأعاصمة الإدارية والعالمين المناطق اللي فوق الروعة دي اللي يرفع لها قبعة لكن أنا بتكلم يعني كان بداية الفكرة دي أنا حديثة بتكلم في القاهرة الكبرى اللي هي محافظة القاهرة والجيزة والأليوبية جيت قدمت الفكرة إن أنا قدمت موضوع كويس جدا ولم يتحقق بعد للأسف هذا الموضوع عنوانه جمال هذه المحافظات أنا مش بتكلم في زرع مش بتكلم في نظافة أنا بتكلم في شيء استراتيجية مكتملة عملت فعلا موضوع كويس جدا الحمد لله في محددات الموضوعية والمكانية والزمنية والاقصادية وكل حاجة الحقيقة وقدمت للمسؤولين بس ما خدش الاهتمام الكامل خلينا في اللي تنفذ تسوكيه تمام أنا جيت في فترة الوكالة بقى بدأت تفده شوية لأن أنا كنت وكيل مرتين لخدمة المجتمع وتنمية البيئة البيئة الخارجية فعملت الحقيقة في ركن فاروق حلوان صراحة يعني كانت مسابقة وتقدمت لها من خلال الكلية ودخلنا فيها فعلا وركن فاروق بجداريات حلوة جدا جدا تحكي تاريخ مصر ولكنها يعني ما أخدتش الاهتمام الكامل بعد كده ويعني الوقت مش عايزة يعني مش عايزة أقول محدش يهتم بيها إذا كان من رأسائي الأحياء أو whatever يعني بعدها الحقيقة جيت جدارية نجيم محفوظ طيب أنا عايزة أعمل لمصر فروحت بدعوة من سيادة الفريق أسامة الحقيقة أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس دعاني عشان كان بممناسبة يعني ذكرى افتتاح قناة سويس فوحنا على المركب فوق الحقيقة سيادة اللواء أسامة دايستي مستشار سيادة رئيس الهيئة الحقيقة هو عارف أن أنا من زمان نفسي أعمل حاجة لمصر بس لم تتحقق بعد لمصر لمصر اللي هي زي ما قلت حديثك المحافظات التلاتة طيب فجيت قلت له وإحنا ماشيين بقى بالمركب الحقيقة استهواني يعني المنظر المية رائع جدا والسفن سفن العالم بتعدي رايحة جاية لكن للأسف على دفطي المجرى الملاحي لقناة سويس فيه طوب ورمل وزلط طب قلت له طب يا سيادة الفريق يعني طب ليه ما نحطش بدل ده من الآخر كده متحف مفتوح جميل متحف مفتوح للعالم يعني دي وابتاخد الجولة طبيعي وانت ماشي في المجرى طبيعي بجد في الحقيقة بصراحة يعني هو فعلا اهتم مبدئيا وقال لي الفكرة كويسة جدا طب ووريني أفكارك واتفع مع الآسات اللي هو والسامن داست الحقيقة قال له نسق معاد ونشوف فقدمت رول رول بفور وافتر يعني دلوقتي المجرى القناة عامل كده وبعد رؤيتي هيبقى عامل كده فوريته بحوالي تسعين فكرة تصميمية جميل لدفطي القناة متسلسلة تاريخية ولا أفكار مختلفة مصر حضرات مصر هدف دماغي إيه أن كل المراكب والأجانب والدنيا دي كلها تشوف مصر مصر يعني فنون حضرات جميل يعني العالم كلها بتيجي لمصر لفنون حضراتها اللي هي فنون سبعة تلاف سنة فإحنا عايزين نوري ده ونوري حاجات أخرى المهم في الآخر الاختصار برضو الموضوع وللوقت الحقيقة سيدة الفريق وافق يعني الحمد لله ممثقة قيادية وقال لي طب الموضوعات بقى هتكون حوالين كتبتها منه فنون حضرات مصر اللي منوريها للعالم حقبات بقى أو محطات مهمة إنجازات مصر المعصرة رموز مصر رموز مصر وهنمشيها نبتدي بعشرين جدارية في الأول مساحة الجدارية الواحدة 675 متر مربع 675 متر مربع عمل يدوي خالص